اشتركوا في القناة وعبر مصدر مسؤولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقية والمغارب المقيمين بالخارج عن ايدانة المملكة المغربية الشديدة لهذه الممارسات التي تهدف الى محاولة تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس والمسجد الاقصى المباركة المصدر ذاته اكد في تصريح لجريدة هسبريسا ان المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس تعتبر المصدق على بناء حي استيطانية جديدة في القدس الشرقية انتهاكا صافرا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامنة وخاصة القرارات 23-34 الذي يؤكد على عدم شرعية الاستيطانة الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المملكة المغربية تؤكد عن رفضها القاطعة لكل الاجراءات الوحادية التي تهدف الى المساس بالوضعية التاريخية والقانونية للاراضي الفلسطينية المحتلة وتؤكد ان الممارسات الوحادية تشكل تقويذا لكافة الجهود الرامية لاحياء العملية السلمية وبما يفضي لحل عادل وشامل ودائم للصراحة الفلسطينية الاسرائيلية وفق حل الدولتين بتعبير المصدر الدبلوماسية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء